أهلا وسهلا مرحبا بكم كيفكم تمنىكم تكونوا بخير وفي أفضل أحوال اليوم سنخدموه 30 مدير الدرس الأول مليونة 7 سنخدموه reading word net writing and culture slot خليكم معي حتى الأخير ندنا نمبر 5 reading before you read يعني قبل ما نقرأوا في حل دي أعطونا ثلاثة ديال الأسئلة قبل ما نقرأوا قبل ما نقرأ هذا النص هذا حتى نجوع لها ثلاثة ديال الأسئلة قلونا what's the name of this portrait شنو هو الاسم ديال هاد البوختخي البوختخي يقصدو هاد صورة هادي هاد صورة هادي غنية على التعريف ما كانش واحد ميك يعرفش الموناليزا صورة مشهورة بزف اللي رسمها هو ليونا عردو دا فينشي إذا قلونا الاسم ديال ها هو الموناليزا عقم جوج where يعني أين where can you see it فين نقدروا نلقاوها يمعروف انها هاد البوختخي هاد كين في باريز كين فرنسا رقم ثلاثة who يعني من شكون who was the painter شكون هو الرسام وكما قلونا بقنا الموناليزا اللي رسمها هو ليوناردو دا فينشي وهو صاحب هاد نص هاد يغدي نقراوه إذا هكا حنا جاوبنا على هاد ثلاثة ديال الاسئلة إذا احنا جاوبنا عليهم قلونا الاسم ديال بوختخي هو موناليزا ورقم جوج فين تلقدر تشوف هاد البوختخي هاد درنا in paris باريز ورقم ثلاثة ورقم ثلاثة ورقم ثلاثة ودا فينشي ورقم ثلاثة الاسئلة قالونا read the biography to answer the following questions نقراو البيوغرافي نقراو السيرة باش نجوع لهاد الاسئلة قبل ما نجوع الاسئلة حتى نقراو هاد نص هاد ليوناردو دا فينشي هنا مكتوبة دا فينسي ولكن اللي انه ايطالي وهو مادك السي تقراو هاد الشي ليوناردو دا فينشي 1452 1519 يعني تخلق في 1452 ومات في 1519 was يعني كان was one of the greatest painters in history يعني كان من اعظم الرسامين في التاريخ he was probably born outside the village of فينشي فينشي يعني هو ربما probably يعني ربما من المحتمل انه تخلق رج قرية ديال فينشي near فلورنس in central italy near يعني قريبة من فلورنس في المركز ديال ايطاليا the name اسم دا فينشي simply means from vancci where his parents سير بيرو and كاترينا were from قرنا بقنا الاسم ديال دا فينشي هو simply means يعني بكل بساطة from vancci يعني من قريات vancci دك شي علاش هو ملقب بدا فينشي where his parents سير بيرو and كاترينا were from يعني منين الوالدين ديالو باه سير بيرو والأم ديالو كاترينا منين هما were born what most impresses people today is the wide variety of leonardo's talents and achievements قلونا هنا بأن أكتر ما كاتير الإعجاب ديال الناس اليوم هو التنوع الكبير the wide variety ديال ليوناردو في المواهب وفي الإنجازات دياله he was a painter هو كان رسام but ولكن he was involved in many scientific activities ولكن هو تشارك في الزاف ديال الأنشاطة العلمية such as مثلا anatomy anatomy اللي هو علم التشريح astronomy هو علم الفلك botany هو علم ديالنباتات geology يعني geology أو علم الأرض geometry اللي هي الهنداثة and optics أوبتكس اللي هما البصريات يعني يعني عدك شيء لاش الناس كيتعجبو لها المواهب ديال دافنتشي لأنه عنده بزاف ديال الأمور من غير الرسم اللي كان مشهور به he was also هو وكان كذلك the designer the designer of many machines and inventions كان هو كذلك المصمم ديال بزاف ديال الماشين ديال الأجهيزة and inventions والاختراعات that's why that's why he is called universal genius عدك شيء لاش كيسمي وه عبقري عالمي however مع ذلك he was not interested in literature or history غالك مع ذلك هو ما كانش يعني مهتم ب literature بالأدب أو التاريخ or history Leonardo was most of all an excellent observer قلنا بأن ليوناردو كان هو أفضل محلل أو ملاحد that's why he was a great painter هاد شيء لاش هو كان أعظم رسام his portrait Mona Lisa his portrait Mona Lisa is one of the most famous pictures in the world portrait diallo di Mona Lisa كان هو أفضل وأشهر أشهر صورة في العالم you cannot visit Louvre in Paris without seeing it ميمكنش أنك تزور Louvre اللي كيتواجد في باريس Louvre هو معرض كبير في دولة فرنسا في مدينة باريس بلا ما تشوف يعني ميمكنش أنك تمشي Louvre بلا ما تشوف الموناريزا the woman was probably the young wife of Francisco del Giocando هي فرنسا the woman والدف من زوجة دائما هي المرة المرة أنها هي young wife هي اللجة شابة في فرنسا فرانسيسكو دل جيوكاندو قدرت كون هي الزوجة ديال هاد سيد هاد ولكن هما قالوا محتمل ربما A rich florentine silk merchant يعني هاد فرانسيسكو دل جيوكاندو is a rich florentine silk merchant يعني هو من فلورانتين يعني هدي شي مدينة تاجر ديال الحرير غني بزاف من فلورانتين mona liza is a shortened form of madonna liza دلوني بأن الموناليزا هاد الاسم ديال mona liza is a shortened يعني هو اسم مصغر من اسم ديال madonna liza يعني فعوت madonna liza ردوها mona liza ودلوني بين قوسين هنا my lady liza هاد madonna liza او موناليزا كتعني my lady my lady يعني يا ما فام كي نقوله بفرانسي يعني زوجة ديالي ولا امرأتي بحالك ده my lady liza the woman is also often called la gyuكاندو هاد السيدة هدي كدلك يعطولها la gyuكاندو يعني النسب ديال الزوج ديالها فرانسيسكو ديال which is the feminine form of her husband's last name اللي كيعني هو الفيمينزم form يعني دكالصيغة الانتوية last name ديال الاسم الاخير ديال الزوج ديالها يعني النسب ديال الزوج ديالها الاسم العائلي ديال الزوج ديالها اللي هو غيوكوندو ولكن كسميها la gyuكاندو يعني صيغة انتوية ديال غيوكوندو مذكر غيوكوندو مؤنت صافيح نفهمنا هذا بالنص مزيان ندوزو ديال الاسئلة بعد ما قرينا النص البيوغرافير هي السيرة الداتية قلوه مزيان على هاد السينونيم هذا اعطونا السيد الاسئلة يجبوا على رقم واحد when يعني فوقاش متى when and where متى واين فوقاش وفين was davinci born وبهنا قلونا فوقاش لاق davinci وفين تخلاق يعني السنة والمكان ايدان انا جاوب تالي قالونا فوقاش when هو تخلاق عام 1452 وما شوفوا قالونا غير فوقاش تخلاق when and where was davinci born كي اللي غدي شوف وين غدي مشي وغدي يكتب هاد الارقم هادو 1452 و 1519 وما ما قالوناش فوقاش مت قالونا غير فوقاش تخلاق 1452 ايا هادي واخصنا نجاوب بعض ثاني قالونا and where was davinci born يعني فين تخلاق فانا احنا ذلكم slash وقالونا هنا في النص he was probably born outside the village of vinci احنا درنا probably outside the village vinci اكتبوا هكا اكتبوا probably born outside the village vinci بانهم هما ما متأكدين ولكن قالونا هاد المعلومة هاد دوز رقم جوج where يعني اين فين هاد باهنا عاوتيني كادالك يطلبونا المكان where were his parents from منين الاهل دياله من العائلة دياله هنا his parents كي قصدونا العائلة لأبو الأم اذا العائلة دياله من vinci يعني قالونا the name of davinci simply means from vinci where his parents سير بيرو and كاترينا were from يعني الوالدين ديالو هما من vinci رقم ثلاثة in addition to painting قالونا بالاضافة للرسم what other fields was leonardo davinci interested in قالونا بالاضافة للرسم شنو هما الفيلدس شنو هما شنو هما القطاعات أو الأمور الأخرى اللي كان كيهتم بيها leonardo davinci من غير الرسم فهما هنية في النص قالونا الجاوب ديالو هنا في النص قالونا he was a painter هو كان رسام but ولكن he was involved in many scientific activities اللي هما هادو كيقصدونا هنا الفيلدس قالونا ساد شاز هادو هما الأمور اللي كيهتم بيها من غير الرسم anatomy astronomy astronomy botany geology geometry and optics يعني هو ما هو كان عندو اهتمامات أخرى اللي منها علم الفالك البصريات علم الأرض إلى أخيره إذن سافحنا جاوبنا عليها ندوزو الرقم 4 where was mona lisa's husband from قالونا منين من أين كان زوج ديال mona lisa mona lisa my lady ولا madona lisa يعني منين كان زوج ديالها شنو والأصل ديالو مقينة مدينة أو مقينة بلد إذن الجاوب كان هو florence لأنهما قالونا هنا في النص rich florentine silk merchant تاجر ديال الحرير من فلورنتيني يعني من فلورانسا وهي هادك florence he was from florence رقم 5 what does mona mean يعني قالونا شنو كان تعني شنو كان تعني كان تعني my lady هاد mona lisa كان تعني my lady lisa mona lisa is a shortened form of madona lisa my lady lisa رقم 6 why is mona lisa called la gyo conda علاش mona lisa كاسميها la gyo conda علاش لأنه قالوها كدلك في آخر استر قالونا the woman is also often called la gyo conda which is the feminine form of her husband's last name إن كي قلت بأنه هي الصيغة الأنتوية ديال النسب أو الاسم العائلة ديال زوج ديالها اللي هو gyo conda و هي كي عطلها la gyo conda ثم سالينا reading ندوزو ال word net ثم number 6 word net شو نعطونا قالونا fill in the chart with the appropriate word forms when possible إذن قد نعمروا هذا التشارت قد نعمره الجدول بالكلمات المناسبة when possible يعني منين تكون يعني كاينة حيث كاينة هنا بعض الأماكن اللي قد نخليوها فرغة لأنه ما عندهاش جواب أعطينا التشارت أعطينا الجدول فيه مقسم على 4 أعطينا أولا الverb noun adjective و ال adverb ال verb كنعرفوه ال verb هو الفعل noun كدلي كنعرفوه هو الاسم ال adjective هو الصيفة كدلي كنعرفوه شحمر أقرينا على ال adjective اعطينا ال adverb adverb هو الحال أو ضرف الزمان يعني الظروف ضرف الزمان أو الماكان أعطينا أولا الاسم ال verb اللي هو succeed succeed يعني ينجح هنا ما بدلو نشتو succeed أعطينا أحيدو نتو خلونا succeed 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 يعني ينجح ناون دياله هو success success هو النجاح الفعل هو ينجح والاسم ديال هادي ينجح يعني النجاح والصيفة او ال adjective ديال النجاح شنو هو successful منين كنوصفوشي واحد بأنه successful يعني كنقول بأنه إنسان ناجح فأنتم ما فهمتو ينجح النجاح ناجح هادي الصيفة ندوزو الأدرب اللي هو الحال أو ضروف الزمن أو المكان شنو قالونا successfully كنتبقى successful كنزيدو ال y successfully 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 يعني بنجاح مثلا كلا لا هاته السنة بنجاح هنا فهذه الجملة هادي نستخدمو ال adverb هادي نستخدمو الحال الحال هو كذلك وصف ال adjective امو نخلوا نحن من هاد الشي هادا مو مفهمتو يعني يعطونا ال verb اللي هو ينجح نخرجو ال noun الاسم دياله اللي هو success اللي هو النجاح وقصتنا كذلك نخرجو ال adjective أو الصيفة اللي هي ناجح ونخرجو كذلك ال adverb اللي هو الحال اللي يعني بنجاح او successfully إذن هانا جاوبتها اليوم بعد غادي نشرحوهم إذن act اللي هو ال verb اللي هو الفعل noun هو action adjective acting وال adverb هو actively وصطر الثالث عطونا song ولا singer singer اللي هو المغني الاسم هو مغني ولكن الفعل نقوله يغني إذن ال verb دياله هو sing to sing يعني نقوله sing noun هو singer وال adjective ديال singer يعني الصفة ديال يغني أو المغني أو singing اللي هو الغناء نحن قلنا يغني المغني الغناء لباش نخصنا ال adverb اللي هو الحال قلنا sing بالغناء أوكي فهمتوا يعني هني الفرق نرجعو نمشي عدتاني الكلمة اللي أعطونا كدلك أعطونا musical musical يعني موسيقي فالنون ديال musical هو musician ال verb ديال musician ما كاينش إذن عندنا الناول musician ال adverb هو musical و ال adverb هو musically ندوزو رقم الربعة عطونا paint عطينا هنا في ال verb ال verb paint يعني يرسم النون دياله هو painter الرسام adjective دياله أو الصيفة هي painted الرسم و ال adverb دياله ما كاينش ندوزو ندوزو الكلمة اللي موراها عطونا النون عطونا designer designer يعني مصمم خصنا الفعل ديال designer مصمم خصنا يصممه يصممه هي to design نحن عادي نكتبه design غادي نحيب لكتب design هو ال verb هو الفعل designer أو المصمم هو النون شنو ال adjective ديال ديال design designer هو designed وال adverb دياله و designedly المشيوع و تاني عطونا ال verb عطونا create create يعني يخلق شي حاجة creative كنقوله create يخلق النون هو creation creation هو خلق الخلق يعني creative شي واحدة كنقوله له هاد الانسان هدا creative يعني انسان مبتكر أو مبضع أو خلاق هلا كده احنا كنوصفوه بخلاق he is a creative man دوزعوتين ال adverb الحال او ضرف ديال الزمن والمكان اللي هو creatively creatively بشكل خلاق هلا كده inspiration 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 هدا ناون عطونا النون هو ديال inspiration اللي هو الإلهام مثلا أو الوحي كتستوحي شيء ما كنقوله كتنسبيرا مشي حاجة اذا نخصنا دباحنا ال verb دياله خصنا الفعل اللي هو to inspire بعد نخليه inspire هو ال verb noun inspiration ال adjective هو inspired و ال adverb اللي هو inspired دوزعو الاخر كلمة اعطونا و اعطوها النفل adjective في الصيفة اعطونا imaginative imaginative يعني هدا واحد انسان اللي خيالي خيال دياله واسع فهدا اولي كنقصوه ب imaginative فهدي الصيفة كنوصفوشي واحد بانه خياله واسع هاد الصيفة هادي احنا نخصنا noun ديال هاو ال verb فانسان خياله واسع او كنقوله خيالي احنا خصنا الفرب ديال ها اللي هي يتخيل فانسان نقوله imagine هو الفرب تو imagine imagine يتخيل النون دياله خصنا الاسم ديال هاد الفعل الاسم هو imagination الخيال وعطونا ال adjective هي imaginative وخصنا دابال ال adverb هي imaginatively imaginatively بشكل خيالي هاد الوردس هادو خصو ما يتحفظو اني باش انكم تلقاو النون ديال ال verb و ال adjective ديال noun و ال adverb اهدو بباد المرات كتلقا بان عندهم واحد القاعدة اذا كنتو مهتمين بهاد شي هادو خليوهلي في كومنتر ندير درس بوحدو على noun و ال adjective و ال adverb كيفاش نخرجوهم اذا هحنا سالينا نزل writing عندنا number seven writing who is your favorite artist شكون هو الفنان المفضل ديالك use the questions below to write a paragraph about him ولا about her عادي تستعمل هاد ال questions هادو هاد الاسئلة اللي التحت باش تكتب بقرة عليه او عليها يعني هاد الفنان او هاد الفنانة سؤالول قالونا what's her ولا what's his name شنو الاسم ديال هولي الاسم دياله عطونا كذلك when was she born ولا when was he born فين فقاش تخلاق ولا فقاش تخلاقت where was she born فين تخلاقت او فين تخلاق what do you know about her for his personal life شنو كاتعرف على الحياة الشخصية ديالها ولا على الحياة الشخصية دياله what work is she famous for ولا غالي تديرو what work was she famous for هنا عطينا ما بين قوسين هاد was يعني تقدر تستخدم present ولا past فبما انهم عطينا الاسئلة هنا بال past when was she born where was she born ولا what his name ولا هدا فعطينا يعني اغلب هي past فاخدمه past كتر what work was she famous for ولا what work was he famous for شنو هو العمل اللي كان مشهور به ولا شنو هو العمل اللي كانت مشهورة به هاد الفنانة او الفنان why do you like her why do you like her why do you like her علاش كتعجبك ولا علاش كي يعجبك هاد الفنان هاد هاد الاسئلة هادو غادي تجاوب عليهم من بعد غادي تدير عليها فقرة اكيد اختصار الوقت انا صوبت واحد الفقرة فاذا اختصار نجاوب علي الاسم ديال هاد الارتست الفنان المفضل فقاش تخلاق وفين تخلاق فهذه اول حاجة تكون تبدو بها اذا هاد هي الفقرة انا افضل فنان بالنسبة لي فهو الممثل عادي الايمان اذا قلت my favorite actor is عادي الايمان فانا اذكرت الاسم دياله هو actor هو ممثل he was born in Egypt قلت بانه تخلاق في ايجبت اهنا اذكرت المكان مصر ولكن ما اذكرتش السن فوقه شأنني ما عارفهش اذا احنا جاوبنا عليها ثلاثة الاسئلة السؤال الاخر قالوا what do you know about her or his personal life شنو كتعرف علاب لحياة شخصية دياله فانا مكعرش بزاف مو كيهمنيش انا قلت هنا he was married and had four children قلت بانه كان مزوج فانا كان هذا رب الصغة ديال الماضي واخاه هو مازال عايش وقلت بانه كان مزوج وعنده ربعه ديال الاولاد فانا غير تخمين وصافين انا ما عارفهش حال عنده ديال الاولاد what work is he famous for ولا what work was he famous for شنو العمل اللي كان مشهور به فانا هنا قلت he was famous for social comic films and theater هو كان مشهور بالافلام السوشال الاجتماعية والكوميدية وكذلك المصرح فهو مشهور بزاف بالمصرح عادي الامام شنو قالوا لنا اخر why do you like him علاش كيعجبك I like him because he is a great Arabic actor كان كيعجبني لي انه اعظم ممثل عربي بنسبة لي هادش اكيد انتو ما غادتختاروا الفنان او الفنان اللي كاتتبغيوها سواء مات سواء عيش غادتكسبو عليه باغاقغاف 8. culture slot الصورة is famous for gnawa music قلني بان مدينة الصورة هي مشهورة بالموسيقى ديال gnawa first introduced اول ما اقدمها by the caravan men from africa من الناس من افريقيا رجال ديال ما قلونا caravan men رجال ديال الكارفانات او ديال القوافل من افريقيا the musicians play on percussion instruments and strings gambries فهاد ال percussion instruments and strings اللي هما ديال القرع واحنا هني القرع يعني كيقرعوا الطبول وهنا يكنسميوه الجمبري كيسميوهم gambries and the dancers وراقيصين interest by the rhythm وراقيصين كيكونوا مفتونين بالايقاع use castanets called crackb فكيستعملوا هاد الكاستانيتس كيسميوهم الصنجات وكيسميوهم احنا عدنا بالكراكب are there any other music festivals in morocco وش كاين الفستيفال ديال الموسيقى في المغرب وش كينين واحدة اخرين what do you know about them وش نو كتحرف عليهم يعني وش مازال كينين مهرجانات اخرى من غير مهرجان ديال القناوة وديال الموسيقى ديال قناوة وش كين مهرجانات اخرى وش نو كتحرف عليهم احنا في المغرب اكيد كينين مهرجانات بزاف correspondingو ها هذه مهرجانات خاصة الديلة كين المهرجانة ديال فاس المعروفين بالاندالوس كين المهرجانة ديال ممكناس كيفية عصه ممكناس و بالمهرجانات بزاف وشنو كتحرفو عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكتبوا حيث تتعرفوا بطبيعة الحلف ثلاثة ديال سطور نقوم بحلقة اليوم صفحة 84 نتمنى ان الحلقة كانت مفيدة واني جاوبت على جميع التساؤلات وما لا تحتاج شيء لا تنسى الحلقة لا تنسى مني شعبكم بالباختاج شكراً على المتابعة حتى اليوم شكراً على التعليقات اشتركوا في القناة بسلامة